طيب خلينا نرجع لسلسلة أخبارنا برضو رابطة الأندية أعلنت بالأمس أن مباراة القمة إن شاء الله لها تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك المقرر لقمتها يوم 19 من يونيو الجاري ستقام باستاذ الأهلي وي السلام وليس كما ردد البعض في الفترة الأخيرة أن اللقاء ده حيتم فيه استاذ القاهرة لا حيتلعب في استاذ الأهلي وي السلام وده طبقا لما هو مقرر في الجدول المعلن من رابطة الأندية خصوصا أن النادي الأهلي هو صاحب تنظيم مباراة القمة القادمة عشان كده المباراة دي ستقام على استاذ الأهلي وي السلام باعتبر أنه هو الملعب الرسمي للفريق الأحمر من ناحية تانية اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم الأسباني خسي لويس مونيارا لإدارة لقاء القمة بين الأهلي وزمالك في الدورة الممتاز وإن شاء الله بنتمنى التوفيق للنادي الأهلي مطش ده بقى أنا عايزة تفرج عليه برا يعني مش برا مصري مش في البيت يعني بحب قوي في أجواء وتبقى قاعد وعلى فكرة بالمناسبة في الكافيات بتلاقي الناس زمالكوية وأهلوية قاعدين بس بيبقى الروح حلوة أنا بحب وعليم تبقى ذكرى حلوة بصي أي لقاء بيجبع الأهلي والزمالك في أي بطولة ده دربي لوحده وماتش لي خصوصية شديدة